السلام عليكم ورحمة الله النهاردة ان شاء الله هنعرف ازاي انقل حساب الجيميل من هاتف الى هاتف اخر بدون ما نحتاج لكلمة سر الحساب هنشوف الطريقة مع بعض ده الموبايل اللي عليه حساب الجيميل وده الموبايل اللي هنقل عليه حساب الجيميل هاجي هنا على الموبايل اللي عليه حساب الجيميل وافتح تطبيق الجيميل هضغط على الدايرة الموجودة هنا فتحت معي الصفحة دي هلاقي هنا كل الحسابات الموجودة على الموبايل بحيث اقدر اشوف الحساب اللي انا عايز انقله بعد كده هاجي على الموبايل التاني اللي هنقل عليه حساب الجيميل وأفتح تطبيق الجيميل هضغط على دايرة الموجودة هنا فتحت معي صفحة الحسابات هنزل لتحت هضغط على إضافة حساب آخر بعد كده هضغط على جوجل هنا بيطلب منك تدخل البصمة أو النمط اللي أنت عاملوني الموبايل هدخل النمط هنا بيطلب مني أكتب حساب الجيميل هكتب الحساب الموجودة عندي هنا زي ما هو بالظبط وبدون أي مسافات بين الحروف عشان يقبل معي هضغط التالي هنا بيطلب مني أكتب كلمة سر حساب الجيميل هنزل لتحت هضغط على هل نسيت كلمة المرور ظهر عندي هنا رقم وظهر على التليفون التاني رسالة هل أنت من يحاول استرداد الحساب هضغط على نعم بعد كده هتظهر عندي مجموعة من الأرقام هاختر نفس الرقم الموجود عندي هنا الرقم الموجود عندي هنا 46 هضغط على 46 كتب لي كده زي ما احنا شايفين مرحبا بك وتحته اسم الحساب اللي أنا نقلته هضغط على متابعة لو أنت مش ضايف رقم هاتف للحساب هتظهر عندك الرسالة دي هل تريد إضافة رقم هاتف طبعا إضافة رقم الهاتف مهمة جدا لحماية الحساب لكن أنا هنا مش هعمل الخطوة دي عشان وقت الفيديو وهسيب لكم رابط فيديو في أول تعليق بيشرح طريقة إضافة رقم هاتف الحساب الجيميل هنزل لتحت هضغط على التخطي هضغط موافق كده أنا هنقلت حساب الجيميل للموبايل التاني وعشان أتأكد أن الحساب تنقل معي هضغط على الدايرة هنا هنزل لتحت هلاقي الحساب الضاف هنا عندي زي ما احنا شايفين فيه هنا ملحوظة لو عملت الخطوات اللي إحنا عملناها دلوقتي وضفت حساب الجيميل للهاتف التاني وبعد كده فتحت صفحة الحساب هنا ملقيتش الحساب اللي أنت ضفته هتعمل إعادة تشغيل للهاتف وبعد كده هتفتح تطبيق الجيميل مرة تانية وهتضغط على الدايرة هنا هتلاقي الحساب بأمر الله أي سؤال سبهو في التعليقات وبأمر الله هرد عليه